موضوع هو حديث الساعة بزيادة الأسعار للنفط الخام عالمياً وبالتالي ما يجنيه العراق كبلد من هذه الزيادة ابتداء صادراتنا لشهر كانون الثاني 2022 كانت بمعدل 3 ملايين و200 ألف برميل باليوم وهذه الصادرات ازدادت بمقدار تقريباً 100 ألف برميل باليوم لشهر شباط الحالي وهذا طبعاً تقدير أولي لحين انتهاء الشهر بشكل رسمي الآن الصادرات تقع تحت معدل 3 ملايين و300 ألف برميل باليوم هذه الصادرات هي أكثر طبعاً مما سجلناه خلال عام 2021 والتي كانت بحدود 3 ملايين برميل باليوم طيب هل أكوني أيضاً برفع معدلات التصدير وش وقت راح يتم هذه النيل أو هذه الزيادة جيد سؤال جيد أولاً السوق متعطش ونعي كلنا مسؤولية العراق والدول المنتجة الأخرى من أوبك وخارج أوبك لسد هذا العجز الآن أوبك بلس أقرت الزيادة والزيادة للعراق هي بحدود 38 إلى 40 ألف برميل باليوم شهرياً ابتداء من شهر أوغسط الماضي في عام 2021 وإلى شهر سبتمبر القادم لعام 2022 بعد ذلك نعود إلى إنتاجنا الرئيسي الأساسي الذي هو بحدود 4 ملايين و 653 ألف برميل باليوم فبالتالي الخطط المتفق عليها هي باتجاه زيادة طيب أستاذ علي أريد أسأل عذر للمقاطعة هذه الأرقام عندما نتحدث على 3 ملايين و 300 بشباط 3 ملايين و 200 بالشهر الفات الريد تنطينا فكرة هل هذه تنباع بالسعر الجديد لو أكو عقود العراق بيع بأسعار أقل يعني الريد بس نعرف حتى ما نقعد نحسبها نقول 3 ملايين بيش البرميل جيد هو سؤال ممتاز لكن يسمح وقت البرنامج لذلك حقيقة الأسعار النفط الخام العراقي تسعر على أساس ما يسمى بالسعر الرسمي المعلم باللغة الإنجليزية هو الأوفيشال سيلنج برايس هو يحتوي على مكون مكون السعر العالمي وهو كان يكون برند ديتد للسوق الأوروبي ومؤشر النفوط الحامضية آسكي أرغو سور كرويد اندكس للسوق الأمريكيتين وكذلك عندنا للسوق الآسيوي هو معدل نفطي عمان ودبي عن هذه النفوط توجد بعض الفروقات طبعا هذه الفروقات قد تكون إيجابا وقد تكون سلبا بالنسبة للنفط الخام العراقي بحسب معطيات السوق لو كان الطلب على النفوط الحامضية المتوسطة لما أقول الحامضية أقصد بها النفوط عالية المحتوى الكبريتي والمتوسطة من حيث الكتافة والثقيلة من حيث الكتافة بالتالي نحن نستهدف أو السوق يستهدف السوق النفط الخام العراقي هذا يدعو إلى زيادة الفارق السعري أو ما يطلق عليه بالدفرينشيل عن نفط الإشارة العالمي عن نفط الإشارة العالمي باتجاه الإيجاب هذا الأمر يدعونا في بعض الأشهر وتكررت هذه الحالات أن نبيع أعلى حتى من معدل سعر نفط الإشارة وهذا ينطبق على نفط خام كاركوك على سبيل المثال للسوق الأوروبي الآن نبيع أعلى حتى من برنت في سعر الحالي فعلى هذا الأساس الفارق لا يعكس بالضرورة القيمة السلبية للنفط الخام العراقي أما باقي الأمور التي تدخل في الاحتساب فهي معدل أجور النقل لما تزداد أجور النقل على زبون يشتري النفط الخام العراقي من الموانئ العراقية إلى سوق معين فمن واجب المسوق وهذا ما دائما تفعله الشركات المصدرة للنفط الشركات الوطنية كارامكو وكي بي سي وغيرها وكذلك العراق أن نعوض جزء من أجور النقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر